في عيد الأنوار أو كما يسمى بالعبرية الحنوكة احتفل العشرات من اليهود من جذور سورية في العاصمة واشنطن لتجديد الشكر لأهالي حلب الذين استضافوهم في عام 1492 بعد اضطهادهم وطردهم من أسبانيا حيث لم يكن لهم ملجأ آخر حينها مع دعوات الحاضرين بعودة الأمان لسوريا وإنهاء أزمتها ومعاناة شعبها حفل عيد الحنوكة هذا مميز فهو يظهر التقليد اليهودي للجالية اليهودية في حلب ويتحدث عن الأمل بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بأمان نتمنى أن يعود الجميع إلى سوريا كي يعيشوا الأمان سوية ويجدد احتفالاتهم معا في المستقبل عزف المقامات على أوتار العود ودندنة القدود الحلبية بلغة عبرية كانت الفقرة الأبرزة في الحفل حيث كان لها دور في استحضار ذكريات سنين مضت على مدينة حلب وتاريخها المتنوع الحضارات نحتفل بالحنوكة بشكل مفرد على طريقة السورية للمجتمع اليهودي في مدينة حلب في القرن السادس عشر استقبل أهل حلب اليهود السفارديون المضطهدون من قبل إسبانيا من أجل ذلك أضاء اليهود شمع إضافية في هذا العيد لأجل ذلك يجب علينا كيهود لاجئين التذكر بقضية اللاجئين السوريين ودعمهم شموع أضيئت وصلوات تليت رافقتها قصص السوريين الهاربين من بطش نظام الأسد وما عانوا لا يزال عالقا في ذاكرتهم وذاكرة أطفالهم يجددون ذكرها في كل محفل مع حلم العودة بأمان إلى سوريا والذي لا يزال يشغل بال الصغار قبل أهلهم جزء من الوفاء يقدمه اليهود بعيد الأنوار اعترافا منهم بفضل الشعب السوري والمساعدات التي قدمها لهم إبان تهجيرهم من أسبانيا قبل خمسمائة عام كنان الشريف, Orient News, Washington